اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة هل يخسر من يصاب بمرض عضال يفقده وعيا؟ هل يخسر هويته بما يبرر قتله رحمة؟ وهل لدى الحيوان هوية توجب له حقوقا؟ أو أن الحقوق حكر على الإنسان؟ هل الأقلية هوية؟ أم أن الأقلية مصطلح يليق بعلماء الإحصاء؟ ويعلم أبناءها النظر إلى أنفسهم على أنهم مثيرون للمشاكل؟ وهل العلم هوية؟ أم تراه هوية من يتسامع عن كل هوية؟ وكيف يسهم الوعي في تشكيل الهوية؟ وكيف يسهم الوعي في تشكيل الهوية؟ وكيف تسهم الهوية في تشكيله؟ هل الهوية هوى وغواية؟ أم أنها قابلة للتأسيس الموضوعي؟ وهل يمكن تشخيصها بلغة مفهومية محايدة؟ دون الركون إلى لغة نضالية؟ أم أن خطاب الهوية مفخخ بلغة الدعاة؟ سدنة الأصول وحراس العقائد؟ هذه بعض الأسئلة التي تثيرها الفلسفة بخصوص الهوية وأنا لا أطمح إلا للإجابة عن نزر يسير منها فالمقام ودرايتي يضيقان بجمعها بدأني بود أن أؤكد أهمية هذه الأسئلة يعني مسألة الهوية الشخصية مثلا هذه مسألة أساسية هل الواحد منا يتماهى مع ذلك الطفل الذي ولد من عقود؟ مع أنه لا يشترك أو يكاد لا يشترك معه في شيء أكثر من ذلك كل مننا سوف يدلي اليوم ببعض الأراء حول الهوية هل هذه الأراء كان يعتقد فيها منذ سنوات؟ من المرجح أنها تغيرت ومن المرجح أنها سوف تتغير بعد سنوات والسؤال هل جمعنا هذا مجرد تبادل لخواطر عابرة؟ أم أن هناك شيء حقيقي لأبحث عنه؟ للهوية تأصيلات متنوعة أبرزها التأسيس الإثني الذي يفاضل بين أجناس البشر ولا يجد الامتياز إلا في جنس بعينه والتأسيس التطوري الذي يعتبرها آلية دفاعية من أجل البقاء ونزوعا يشترك فيه البشر مع كل قطيع يذود عن حياضه والتأسيس الثقافي الذي يعلي من تعددية الهويات لأنه يعتقد أن التنوع حاسم للجنس البشري وسبيله الأوحد للإزدهار والتأسيس اللاهوتي الذي يعتبر الدين أصل كل هوية ويرجع اختلاف الهويات إلى المروق عن شرع الله غير أن تعصيلي لمفهوم الهوية إبستيمي أكسيلوجي معرفي قيمي يتسم بطابع ريبوي فهو يسوغ اختلاف الهويات بالركون إلى قصور كامن في الدراية البشرية بالقيم الإنسانية بدأني لا أجزم بصحة هذا التأصيل فمقام الهوية أغيم من أن يسمح باتخال مواقف وثقية والنأي عن المثقية أجدر ما يكون عندما يكون التأسيس المطروح ريبوي سنبدأ بالحديث عن دوائر الهوية لكن سأتناول المسألة منطقية عادة ما تتهم ثقافة الهوية بطبيعتها الإقصائية النافرة للغير ونكرانها لشرعة الاختلاف على الرغم من أن الاختلاف مأتاها الأمر لا يخلو من مفارقة فغالبا ما يفصح أشياء الهوية عن ولائهم للتسامح والتعددية الثقافية لكن ثقافتهم تخون ولائهم ذلك أن الهوية لكونها انتماء إلى خلق إنما تضمر تخليا من نوع ما عما لا ينتمي إلى هذا الخلق وحقيقة ممارسة هذا الفعل الإقصائي الآخر إنما تستبين خصوصا في استخدامنا لكلمة الأجنبي في وصف الآخر فالأجنبي مشتقة من الجنب من أصابه خبث يوجب الغسل والتطهر والسؤال إذا كانت الهوية حشرا للآخر في آخريته ووصما لغيريته فأي بعد قيمي يمكن أن يؤصل لثقافتها منطقيا نتحدث عن ثلاث دوائر هناك دائرة الأنا وهناك دائرة النحن وهناك دائرة الآخر وعبر فعل الهوية تنمحق الأنا في النحن وتعجل نفسها عن هذا الآخر غير أن دائرتين النحن والآخر قد تتسعاني أو تذيقاني وقفا على ما تفضل الأنا التماهية معه هناك ابتداء حالتان حديتان نتخيل حالتين حالة الأولى أن هذا النحن يذيق بحيث يصبح الآخر هو كل شيء فهناك الأنا والآخر الثاني العكس النحن يتسع بحيث يشمل كل آخر فلا يعود ثمة آخر هناك ابتداء حالتان حديتان بالأولى تذيق دائرة النحن بحيث لا تتسع لشيء وتتسع دائرة الآخر بحيث لا تذيق بشيء وهذه حالة من يصاب برهاب يجعله يتوهم أن الآخرين جميعهم يتربصون به العالم كله ضدي غير أن هناك توجهات فكرية لا يعاني أصحابها من اختلالات نفسية تتبنى هذا الموقف ها هو مكسيم جوركي يقول جئت إلى العالم كي أختلف معه وهو يؤكد أن الإنسان الذي يجد وطنه حلوا ليس سوى مبتدئ رخو وذلك الذي يعتبر كل أرض بالنسبة له كأرضه هو القوي بالفعل أما الإنسان الكامل فهو الذي يعتبر العالم بأسره غريبا عنه هذه الحالة الحديية الأولى الحالة الحديية الثانية تضيق دائرة الآخر بحيث لا تتسع لشيء وتتسع دائرة النحن بحيث لا تضيق بشيء كل ما في الكون نحن وليس ثمة آخر ودعاة هذا الوضع هم أنصار النزعة الهيلوزوية الذين يرون أشارهم طبعا ديدرو ديلمبير فرنسيين الذين يرون أن الفروق التي تميز البشر عن غيرهم من الكائنات مجرد نتاج تطور طبيعي ولا مدعاة لتحميله أي تبعات أخلاقية الطبيعة وفق هذه النزعة واحدة والكون بأسره ببشره وحجره وضرعه وزرعه سواء لا فروق جوهرية تستدعي التمييز بين كائناته ما يجب التماهي معها جميعها لنا أيضا أن نعتبر دعاوى حقوق الحيوان ودعاوى الحفاظ العلبية هي مساعي في هذا المضمار الكوني لأنها تشترك في تجاوز الجنس البشري للتعاطف مع ما ليس بشرية طبعا هذا حالات حدية لكن في الغالب دائرة النحن لا تضيق بحيث لا تتسع لشيء ولا تتسع بحيث لا تضيق بشيء ويمكن قياس مدى ولاء المرء لقيمة التسامح عبر رصد الفئات التي يستعد للتماهي معها فبقدر ما تتسع هذه الفئات وبقدر ما يقوى هذا الاستعداد يرسخ التزامه بقيمة التسامح وأوسع ما تكون هذه الفئات وأوفر ما يكون هذا الاستعداد إنما نجده في النزعة الإنسية humanism التي ينكر نصيرها وجود فروق تكفي لتمييز أناه عن سائر الذوات البشرية ما يجعله يعتبر الإنسانية بأسرها هويته الوحيدة ويجحد شرعية أي هرميات تتراتب وفقها هويات البشر فجميعها عنده باستثناء الإنسانية محاولات لاختلاس حقوق أجدر أن تصعل طبعا حالتين حديات وحالة متطرفة نسبيا الآن نأتي للحالات الأعام هناك أخيرا الحالات الأعام التي نجدها عند عموم الناس بآخرياتهم المتعددة آخرية مكانية تعلي من الانتماء إلى منطقة جغرافية بعينها قد تكون قليم أو وطن أو حتى قارة وثانية آخرية زمانية حيث الآخر المحض على التماهي معه إما أسلاف لم تلوثهم الحضارة السلفية أو معاصرون بارئ من لوثة التخلف دائرة الثالثة والآخرية الثالثة عنصرية تسمو بعرق على سائر العراق ورابعة جندرية تفضل الرجل على المرأة أو العكس وخامسة سياسية قد تمارس الإقصاء الحزبي والعزل السياسي الأخرى وسادسة دينية قد تسبب حروبا جهادية وفتنا طائفية وسابعة لغوية حيث كل من يختلف لغة آخر غريب طبعا هناك حالات متطرفة لهذه الآخرية اللغوية جيتها مثلا عند كولومبس كريستفر كولومبس لما يبعث رسالة لأحد الأمراء يقول له عندما أعود سأحمل معي ستة من هؤلاء الهنود حتى يتسنى لهم تعلم الكلام لأن اللي عندهم مش لغة أدونيس مثلا يقول لست ما شئته ولست ما لا أشاء ليس لي وطن ليست لي سيرة غير هذا التشرد بين حروف الهجاء لغتي هويتي الآن ننتقل إلى مسرة الهوية وقبول الآخر الهوية مفهوم قيمي هذه نقطة مركزية يعني إذا أردت أن تعرف هوية الليبيين فاتطلع على المسح القيمي لأن هذا هو الذي يحدد لك معالم هذه الهوية الهوية مفهوم قيمي فأن تكون لديك هوية هو أن تنتمي إلى منظومة من المبادئ تحدد لك السلوكات التي يلزمك تفضيلها في مواجهة ما تصادف من مآزق قيمية ولأن مفهوم الهوية يحيل إلى مفهوم الآخر طبعا فهي المتمم له فإنه يثير مسألة التعايش مع هذا الآخر والقضية الحقوقية الأهم التي تثيرها مسألة الهوية هي ما إذا كانت الجماعة المعنية تنزع إلى إقصاء من لا ينتمون إليها وأخذهم بجريرة هويتهم والتعايش وضع اجتماعي يتمزى أو تتمزى فيه جماعات بخصوصيات ثقافية وعرقية ومثابية متنوعة لكنها تمسك عن استخدام العنف في حسم ما ينشب بينها من نزاعات هذا ما يمكن من التعايش السلمي وفي لب التعايش مبدأ مفاده أن الفروق الثقافية ليست سببا للتفرقة وأن التمايز العرقي ليس مدعاة للتمييز وأن الاختلاف المذهبي ليس مبررا للخلاف غير أن التعايش قد يكون استعلائيا تقبل عبره الأنا الآخرة لكنها تنكر عليه معتقده وأسلوبه في الحياة وتتحين الفرص لحمله على تبني معتقده والانتثال لأسلوبه وهذا الصنف من التعايش موضع اشتباه أخلاقي بسبب ما يحتريه من مسحة وثقية وما يكرس من نزاعات أبوية وما يمارس من سلوكات انتهازية وغادرة ذلك أن المتعايش المستعلي يعتقد أن من يحض على التعايش معهم يعانون من اختلال في الوعي واعتلال في المعايير وهذا مأتى وثوقيته وهو يرثي لهم ويشعر أن من واجبه أن يجعلهم أقل مدعاة للرثاء وهذا مناط أبويته وهو يماريهم ويتربص بهم وإذا وتته الفرص حمالهم على ما ينكرون وهذا مدار انتهازيته وغدره طبعاً رغم هذا الاشتباه الذي يكتنف مفهوم التعايش الاستلائي سوف نجد أن له موضعاً في المنظومة البشرية موضع مهم في المقابل قد يكون التعايش نبيلاً تقبل عبره الآن الآخرة ليس لعجزها عن حمله على تغيير مذهبه فمسألة الحمل لا تخضر ببالها أصلاً بل لأنها تدرك أن حقها في مذهبها ليس أقل من حقه في مذهبه التأسيس الريبوي لمفهوم الهوية محاولة لتسويغ هذا الصنف من الاستعلاء النبيل عبر تبيان الخلل المعرفي والقيمي الذي تعاني منه كل محاولة تتوسل العنف في فرض أفكارها الفقرة قبل الأخيرة النسبانية الثقافية والنسبانية الأخلاقية طبعاً وحدة ثقافية تصف ما هو كاين النسبانية الأخلاقية تتحدث عن ما يجب أن يكون حسب الإيطالي فيكو متوفى عام 1744 والألماني جوهان هاردر الملوت في نفس السنة أو في السنة نفسها الأساليب التي اقترحت عبر العصور لتقويم الإنسان اليوتوبيات ليست متكثرة فحسب بل متنافية أن يستحيل الجمع بينها لكل مجتمع هوية هي في حقيقة أمرها رؤية في ذاته وفي العالم وفي علاقته بماضيه وفي الغيات التي يسعى إلى تحقيقها رؤية يبثها عبر تصرفات أفراده وأفكارهم رؤية تتجسد وتفصح عن نفسها في اللغة في المجزات في الصور في أشكال العبادة إلى أخيه ولكل رؤية عطاياها وقيمها وإبداعاتها والثقافات غير قابلة للمقارنة إنكم منسربل فالواحدة منها لا تشبه إلا نفسها ولكل قيمة لا تتناها كما الأرواح في عين الرب على حد تعبير هردر ثمت قواسم كثيرة بين البشر لكنها ليست الأكثر أهمية وحسب ديميستر لا يوجد في العالم شيء اسمه الإنسان لقد رأيت في حياتي فرنسيين وإيطاليين وروسا وبفضل منتسكيو أعلم أن المرء قد يكون بروسيا أما الإنسان فأشهد أنني لم أقابله طيلة حياتي غير أن كل هذا مجرد إقرار وصفي لتفاوة المنظومات القيمية وليس إقرارا توصيفيا يوجب تفاوتها بتعبير آخر النسبانية الثقافية لا تبرهن على النسبانية الأخلاقية إلا بقدر ما يبرهن ما يكون على ما ينبغي أن يكون تأسيس الربو الآن طامس كون على مفارقة في فلسفة العلم قبل طامس كون كان العلم على يد الوضعية شكلاني عقلاني لا تاريخاني بعد كون العلم لا عقلاني لا شكلاني تاريخاني لا تهمنا هذه التفاصيل الآن غير أن هناك إجماعا قبله وبعده على أن الحسم بين النظريات العلمية المتنافسة عصي حتى في حال الالتزام بمعايير الموضوعية والحياد وفرض اشتراقات منهجية صالمة الحسم بين النظريات العلمية عصي ثم تتفاق بين فلسفة العلم على استعصاء إن لم يكن استحالة إثبات أفضلية أي نظرية علمية على أخرى عجلة الرئيسة على التأسيس الريبوي تتكئ على هذه الحقيقة وتوظفها في شكل برهان خلف أو إذا لم يكن هناك سبيل لإثبات أفضلية نظرية علمية على أخرى فأدعى أن لا تكون هناك سبيل لإثبات أفضلية نظرية قيمية على غيرها حقيقة أن القدرات البشرية لا تزعف في حسم المسائل القيمية إنما تبين أنه ليس لدى أي طرف حق في إدانة أي طرف يختلف معه بخصوصها حق اختلاف الهويات مؤسس إذن على عدم أحقية كل هوية في الجزم بصحة منظومتها القيمية ناهيك عن حقها في فرضها وعلى حد تعبير ليس بمقدور أي منا أن يعرف ما يكفي لتسويغ طهاده لمن يختلف معه حول مسائل قيمية أو فلسفية أو أخلاقية وبوجه عام لنا أن نقر أن حق المرء في موقفه لا يختلف عن حق غيره في كل مسألة يعجز كلاهما عن إثبات أفضلية مذهبه على الآخر وتكافؤ حقوق الأفراد في اتخاذ مواقف متنوعة في مسألة الهوية هو ما يشرع تنوعها ويبرر الاستقلال عن أي سلطة مزعومة تدعي درايتها بالصحيح منها والاختلاف المشروع في الأراء القيمية إنما يوجب بدوره ضمان الحرية في التعبير عنها ويلزم بالتسامح مع الآخرين الذين نختلف معهم وبقبولهم والتعايش معهم إشارة سريعة إلى الدور الذي يمكن أن يقوم به العلم والفلسفة في تكريس التعايش النبيل حين يخبرنا العلم بأن مورثات المرء تسهم في تشكيل قدراته الذهنية وأحواله النفسية وفي استسلامه لرغابه وعجزه عن مقاومة مخاوفه قد نصبح أم يلا إلى التماس العذر للآخر في بعض ما يقر من أقوال وما يشترح من أفعال ونبت استعداداً أوفرة للتعايش معه وعندما تكشف دراسات في علوم الهندسة الوراثية عن أن التكوين الجيني للبشر متشابه في أصوله حد التماهي قد يدرك الأبيض أن عرقه لا يحظى بأي امتيازات تعلي من شأنه على الأعراق الملونة وأن يتخلى عن نظرته الدونية إليهم ويكف عن عمليات الإبادة التي يمارسها ضدهم وحقيقة أن العلم قد يقوم بدور في المواقف القيمية تفسر لماذا يكون أكثرنا علماً ووعياً أنزع إلى أن يكون أشدنا تسامحاً وعفواً وأن العزل والإقصاء وتصفية الحسابات غالباً ما يكون دأب من يذيق أفقه ولا يتسع ضميره إلا لمن يفكر على شكلته وعلى حد تعبير كونديرا يحتاج المرء إلى قدر كبير من النظج المعرفي والسمو الأخلاقي كي يعرف أن رأيه ليس سوى فرضيته المفضلة من منحة الآخر وهذا دور الفلسفة حين يستشري العطب في منظومة المجتمع القيمية تكون هناك حاجة إلى تأسيس منظومة بديلة أكثر محاباه للمبادئ الإنسانية الحاسمة الإسامية ولا مناصة لتلبية هذه الحاجة من توسل التفكر الفلسفي أداة في التأصيل والنشر الوعي فحين تتشابق المسائل وتختلط المفاهيم وتضيع الهوية وتهيمن الخرافات تهيمن الخرافات ويسيطر الكهنوت وحدها الفلسفة الأنسب لتقويض الأفكار السائدة والبنى الحاكمة وحدها الأنجع في الكشف عن نقاب عما تعاني منه صروح المفاهيم من اختلالات وحدها الأقدر على ابتكار رؤى جديدة تحدث نقلات فارقة في المجتمع ولا تتعين الفلسفة بهذا المعنى المقصود في ذلك التخصص الأكاديمي الممع في التجريد بل في روح شبيهة بتلك التي أوقدت جذوة التنوير في أوروبا العصور الوسطى وخلصتها من براث براث التشيع والانحياس أسلفت أن التعايش الاستعلائي قد يكون له موضع وهذه هي الفقرة الأخيرة التعايش الاستعلائي مع رافضي التعايش ولكن ماذا عن التعايش مع جماعات تتذرع بخصوصياتها الثقافية في تبرير انتهاكات حقوق الإنسان ألا يلزم أن يكون هناك حد معياري أدنى يتكفل بترسيم حدود لا يحق لأي جماعة تخطيها حد يردع الخروقات وينكبنا شارك النسبلية الحال أننا لا نعدم مثل هذا الحد على مستوى الأفراد في أكثر المجتمعات تحرراً وصوناً لحقوق الإنسان فالقانون في النهاية يزج بالخارجين عنه في السجون وإن تذرعوا بخصوصيات ثقافية وعلى مستوى الدول هناك عهود ومواثيق يمكن اعتبارها بحكم شرعيتها التوافقية قواسم أخلاقية ملزمة لجميع الأمم والشعوب وقد يكون في وسعنا التعويل على هذا المشترك الإنساني في ضبط غرائز الهيمنة الحيوانية ذلك أن القمع والبغي والتعذيب والتمييز سلوكات مشبوهة في كل ثقافة جديرة بأن توصف بأنها إنسانية كما أن العدل والإحسان والتواصي بالحق والتواصي بالمرحمة سجاية تجمع عليها مختلف الشرائع والعراف وهكذا يلزم توكيد توافقات المشترك قيدا عاما على حق الاختلاف وتوظيف العلم والثلسفة والحوار سبيلا لكسب المزيد من التوافقات الإنسانية وإذا كان الاعتراف بالاختلاف في العقائد الذي أضحى يدستر في معظم الدول يمثل التجسيد الأسمى لمفهوم التعايش النبيل فإن ممارسة التسامح الاستعلائي في سياق التعامل مع المارقين عن الشرائع الدولية مناسب لدرء خروقات تهدد وجود حتى المجتمعات المستعلة عليها ذلك أنه ليست هناك جماعة تبقى لزمن طويل ما لم تكن تحضر القتل والاختصاب والتعذيب والخطف وليس للمجتمع الذي تنتهك فيه حقوق الإنسان أن يعول كثيرا على حقه في الاختلاف لأن مآل استمراره في انتهاك الحقوق أن يقضي عليه هو نفسه فلا يعود يجد فرصة في الاختلاف مع أحد شكرا شكرا شكرا